المرتبة الثالثة من مراتب الدين الإحسان هو ركن واحد لكن تحت هذا الركن لابد من مرتبتين أعلى مرتبة عبادة المشاهدة أن تعبد الله كأنك ترى عبادة رغبة وحب وشوق فيما عند الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدمه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا أقوى دافع يدفع العبد إلى العبادة هي الرغبة والحب والشوق فيما عند الله إذا لم نستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن أن تخرج عن المرتبة الثانية فإن لم تكن ترى فإنه يراك عبادة خوف عبادة مراقبة لا يخرج عنها مسلم نعم ما الدليل على أركان الإسلام والإيمان والإحسان حديث جبريل عليه السلام يا جبريل حادثنا وصوات مسارة وتندار ترجمة نانسيaps